اشتركوا في القناة يعني الآن من البكالوريا حوالي شهرين إنسان يجتهد فيه الآن وقت الجد والنشاط ليس وقت الكاسل خاصة مع حلو شهر رمضان مبارك إن شاء الله عمم طالباء يعني يفتروا في فترة رمضان يعياه لكن لابد من مضاعفة الجهد خدش تفطن بعد رمضان سيبقى لك شهر يعني تبدأ هذه المادة ولا الأخرى فهذا هو الوقت الوقت الاجتهاد الإنسان يجتهد الآن ويقطف الثيمان إن شاء الله فيما بعد الآن الإنسان يبدأ مثلا يحل التمارين ما ودتع الحفظ يحفظها اللي تعرفها ما يفهم اللي لازم لهم تطبيقات وتمارين حلهم فلابد إن شاء الله من الاجتهاد فشدوا على أنفسكم واجتهدوا وبإذن الله تجدون ثمرة هذا الشيء عند تحصيل شهادة الباكالوريا إن شاء الله وفيما يخص مادتنا الحمد لله الآن أمور بانت بعد التخفيف الآن أبقى تناثف دورس إن شاء الله عندنا درس الريبة تعليم إن شاء الله ودرس حرية شخصية ودرس النسب وتوابعه ما بقى ناشي شاء الله بزاف نحاول نكملها بإذن الله في شهر رمضان بإذن الله وفيما بعد إن شاء الله نشوف منهجية الإجابة نشوف ممكن بعض المواضع الباكالوريا بعض التمارين لنطبقوا فيها المنهجية الصححة للإجابة إذن على بركة الله مع درس الريبة وهو درس مهم جدا درس فيه تعقيد درس طويل لكن بإذن الله إن شاء الله نذلل هذا الدرس ونوضحه الصح من هذا الدرس كله أنك بعد درس هذا تخرج تعرف تميز معاملة رباوية من معاملة غير رباوية هذا هو الصح في هذا الدرس هذا الدرس نتعلم فيه بإذن الله نتعلم فيه معنى الريبة الصورة عن الريبة كيفية وقوع الريبة وجملة من أحكامه بحيث كما قلنا تعرف تميز معاملة رباوية من معاملة غير الريباوية إذن درسه الثالث عشر هو الوحدة الريبة وأحكامه في الأول كالعادة عنا تعريف الريبة الريبة في اللغة وشنه هو؟ النمو والزيادة كتقول شيء يربو على كذا وكذا يعني يزيد ومثلا عنا عدة كلمات في اللغة العربية مشتقلنا هذه المعاني عنا الرابية الرابية هي التلة ولا الجبل صغير هكاية يقولوها رابية أو ربوة علاش لأنها مرتفعة إذن الريبة تدل على النمو والارتفاع والزيادة في الاصطلاح وشنه هي الريبة الآن باش نتفهمو احنا عطيه تعريف عام لها وإلا الريبة عندها أنواع ومعطيه في كل نوع إن شاء الله هنعطيه له تعريف خاص إذا ما نخلطوش في التعريف هنعطيه دائما تعريف العام ومعطيه تعريف كل ربا وحده وحتى في الأدلة هنعطيه أدلة عامة على حكم الريبة ومعطيه في كل نوع من أنواع الريبة هنعطيه دليل الخاص إذن ما نخلطوش من هذا وهذا الربا تعريف العالم ما هو هو الزيادة نوضف المعنى اللغوي الزيادة في أحد البدلين مما يجري فيه الربا دون مقابلة الزيادة بعواض مشروط إذن أولا الربا هي الزيادة في أحد البدلين ما هما البدلان؟ بدلان هما في أي معاملة مثلا بيع ولا قرض دين عندي شيء آي نتبادل بيناتهم مثلا نشري شيء معين نشري مثلا هاتف نعطي له المال هو يعطيني الهاتف هذا نصفهم بدلان ولا إنسان نسلف عليه المال وهو يسلف نعود ردلوا هذا نصفهم بدلان إذن الربا يكون فيها زيادة في أحد البدلين تكون عندي زيادة في جهة واحدة مما يجري فيه الربا يعني في الأموال الربوية في الأصناف الربوية نعافوهم فيما بعد إن شاء الله وشنو هي ماشي أي حاجة فيها الربا نعافوه شنو الأصناف والأموال التي تجري فيها الربا دون مقابلة الزيادة بعواض مشروط دون أن تقابل هذه الزيادة بعوض مك وش عندها مقابل في الطرف الآخر مشروط لكم فهموا وش معتها مشروط الآن نعطي تمثيل مثال هكذا بش نطبق عليه التعريف مثلا إنسان أذران إنسان يسلف لك مثلا مليون يسلف لك مليون ويشترط لك يقول لك أنا سلف لك مليون عادي مش مشكلة لكن فيما بعد ترضلي مليون ومية هذه المعاملة هذه اسمها ريبة علاش لأنه وجدت زيادة في طرف في أحد البدلين أنا خضيت خضيت مليون ورديت مليون ومية إذن توجد مية تالف هذه زيادة في أحد البدلين ليس لها مقابل في الطرف الآخر الآن كلمة مشروط وش معتها معتها الريبة إنما تقعو إذا كانت مشروطة معتها كي قل لي نعطيك مليون بصلا ترضلي مليون ومية هنا اشترط لي هنا وقعت ريبة بصلا نفرضه مثلا أنا قلت له سلف المليون قال لي عادي مش مشكلة أعطاني مليون كي حل وقت السداد وقت اللي نخلص ديت له مليون ومية أنا من عمدي محبة خاطر كما نقوله قال لي وشنا هذي قال هذي يا حق ما سعفتني وعاونتني هاك مية تالف خذ مية تالف زيادة إذن هذه جائزة ما فيها حتى حرج لأنه ليست مشروطة إذن هذه قضية عوض مشروط إذن لا بد في ريبة أن يكون مشروطة حتى يكون محرما أما إذا جاء هاكك ما عادي ما فيها حتى مشكلة إذن هذا تعريف الريبة ثانيا نشوفو حكم الريبة الريبة محرم شرعا لعدة أدلة من الكتاب والسنة وحتى إجماع العلماء إذن شوفوا في الأول عنا نموذج عنا آية من سورة البقرة الآية ميتين وخمسة سبعين ربي سبحانه وشيء قل فيها هذا كلام صريح جدا وأحل الله البيع وحرم الريبة إذن الريبة محرم ومن السنة عنا حديث جابر رضي الله عنه قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الريبة وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواه مسلم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنى وهذا يدل على أن الريبة مش مجرد محرم بل هو كبير من الكبائر لأن صاحبه لأن صاحبه استحق اللعن إذن لعن رسول الله شكون آكل الريبة وموكله يعني الطرفان ليتعاملوا بهم ليتعاملوا بالريبة وكاتبه ليكتبلهم وشاهديه ليشاهدونهم في هذه المعاملة إذن أي واحد يساهم فيها إذن وقالهم سواء يعني كلهم يديوا الذنب وكلهم العنون عند الله عز وجل ربي عافينا الدليل الثالث عنه من الإجماع إذن أجمع علماء الأمة أجمع علماء الأمة كلهم على حرمة الريبة ما كاش عالم قرن الريبة هذه أحلال إذن هذه أدلة تدلنا على أن الريبة هذه محرمة الآن إذا كانت هذه الريبة محرمة فما الحكمة من تحريم الريبة عليها شربي سبحانه حرمها حنا نقوله عموما ربي سبحانه لا يحرم شيئا إلا للأضرار الموجودة فيه فالريبة فيه مفاسد الريبة فيه مفاسد حنشوفه مفاسده من عدة جوانب عدنا نفسيا اجتماعيا واقتصاديا في الأول نتصوره المعاملة كاش كانت تجيب في الريبة خاصة في وقت نزول الوحي في الجاهلية كيفاش كانوا يتعاملوا بالريبة كانوا مثلا إنسان يستقرض من واحد مال وبعد تلحق الوقت السادات ما يقدش يسدد يزيد يضعف له المبلغ وبعد يزيد يلحق الأجل يزيد ما عنده شيء يسدد يبقى غري ضعف يبقى غري ضعف هذه أحد أشهر أنواع الريبة المعروفة في وقتنا الآن نحن نعرفها والتي كانت منتشرة وزمن نزول الوحي كان أنواع أخرى بعد نشوفها لكن هذه اللي نسقط عليها نشوف الجوانب السيئة فيها إذن أولا هذه المعاملة لو شدرنا نفسيا تربي الإنسان على الجشع والأنانية الإنسان يبروفيتي في الناس إنسان جشع طمع إنسان أناني الخوهر الطائح في ضائقة هو يستغله إذن هذا إنسان جشع وأناني ويربيه على الكسل علش الكسل؟ لأنه هو يحاطب مالها كايا ويسلف للناس ما يخدمه يسلف للناس ويضعف لهم في المبلغ إذن هذا الجشع وأنانية وكسل هذا نفسيا قبل ما نواصلو نبه على شيء مهم على أنه القرض أصل القرض مبناه على الإحسان ربي علش ده القرض لماذا أجاز القرض؟ علش أجازة تسلف؟ ربي بنه على الإحسان أنا نسلف الفولان أحسن إليه بشواره وفي ضائقة يسلك روحه مشي بشأنان بروفيتي منه إذن هذا الناس اللي ما ترعيش الإحسان وتجعل القرض ماطية لي استغلال للناس هذا حيكون عندها أضرار إذن قولنا نفسيا نواصلو اجتماعيا حيسبب لنا العداء والبغضاء كما قلنا أنا ذو كانت طائح في ذائقة نجي لك ونقول لك ما قدرش نخلص تقول لي زيد أنا يكون عندي أصلا كنت نعطي لك فهذا يخليه كين شحنة وعداء وبغضاء بيني وبينك أيضا يقضي على روح التكافل الاجتماعي الناس تولي مادية ما كاش قال يسلف لك لله ما كاش قال يسلف لك لوجه ربي يسلف لك غير بشي بروفيتي منك ويزيد لك في المبلغ إذن يقضي على روح التكافل الاجتماعي أيضا يؤدي إلى انتشار الطبقية انتشار طبقية واللي عندنا الطبقة على الأغنيات واللي عندهم رؤوس الأموال ويسلفوا للناس والطبقة الضعفة لما عندهم شي يضطروا إلى الاستدانة إذن تقول لي عندي طبقية هذا اجتماعيا اقتصاديا عندنا الريبا وشفيا فيها أكل أموال للناس بالباطل إذن هذا الزيادة التي تأخذها بغير وجه حق إذن فيه أكل أموال للناس بالباطل فيه الريبا سبب للإفلاس والمديونية نستلف ومعد يكبر لك الدين فتقع في الإفلاس والمديونية وهذا شفنا واقعا في عدة أزمات اقتصادية مرت على التاريخ خاصة هذه الأخيرة في الألفينات أكبر أحد أسبابها وشنه هو هو البنوك الريباوية والمعاملات التي كانت فيها ووقوع الشركات في الإفلاس وعدة مشاكل اقتصادية إذن عندها علاقة أيضا يؤدي هذا الشيء إلى الركود الاقتصادي الاقتصاد ينزل لأنه والريبا ما فيها حتى استثمار ولا تدوير للأموال ولا تنشط للأموال ولا والو مجرد زيادات ما عندهاش مقابل إذن هذا كله يؤدي إلى ركود اقتصادي بعد ما عرفنا الريبا وعرفنا حكمها والحكمة من تحريمها ندخله في مقصود الدرس وهو أنواع الريبا نشوفه الآن أنواع الريبا في الأول نقوله أن المعاملات اللي يكون فيها تبادل نوعان إما يكون قرض دين معنى أنه إنسان يسلف له شيء وهو يرد لي فيما بعد أو بيع وشراء أو بيع وشراء إذن بمعنى عندي المعاملات نوعان حنجد الريبا في النوعين معا معنى أنت عندي عندي ريبا الديون وعندي ريبا البيوع إذن عندي صنفين كبيران من أنواع الريبا عندي ريبا الديون وريبا البيوع نبدأ إن شاء الله مع ريبا الديون ألف ريبا الديون وريبا الديون في حقيقة سهل لماذا لأنه هو اللي نعرفه الناس عموما واشتعرف ريبا تعرف ريبا الديون اللي هو أنه إنسان يسلف لك وتردله كثر هذا هو ريبا الديون ببساطة نشوفه من خلال التعريف إذن تعريفه هو مثاله في اللغة أولا دين هو القرض يعني التسلاف القرض استلاحا الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل عندي دائن ومدين اللي يمد المال نسموه دائن ولي يستقبله باش يرده فيما بعد نسموه مدين كي يعطي له المال ويشترط له على أنها شرط كما نبهنا في أول تعريف الريبا كي يعطي له يعطي له المال ويشترط له زيادة مقابل التأجيل ونظير التأجيل حق الريطار حق الهذاك الوقت هذه تسمى ريبا وصنفها هو ريبا الديون ماذا أنا إنسان نطيله مثلا مليون نقوله ردلي مليون مية هذه شرطا هذه نسموها ريبا الديون وهي محرمة إذن ريبا الديون وتسمى أيضا بريبا الجاهلية لماذا؟ إذن لانتشارها في أثناء ووقتها الجاهلية إذن كانوا يتعاملوا بها بزاف فتسمى ريبا الجاهلية المثال رأنا ذكرنا مثلا استيدانة مليون إذن عشر الاف دينار جزائري واشتيرات لازم شرط واشتيرات ساداد مليون مية إذن نقوله نعطيك مليون وردلي مليون مية شرطا عند حلول الآجل ننبه أنه إذا لم تكن عني اشتيرات فجائز سلف لي إنسان قضية الصوار كما نقوله محبة خاطر كيف رديت له قلت له هاك تفضل هذه الزيادة حق ما يعني انتفعت بمالك في هذه الفترة واخر اسم الضائقة اللي راني فيها وغير ذلك هذا جائز على ألا يكون مشروطا إذن هذا هو ربا الديون الآن شوفوا لدليل تحريمه كما قلنا ذكرنا دليل تحريم الربا عموما ننذكره الآن تفصيلا في كل نوع من أنواع الربا عندنا دليل تحريم آية من صورة أهل عمران ربي سبحانه وشي قل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ما تأكلوا ش ربا أضعافا مضاعفة كيفاش تكون ربا الديون داخل هنا معنا أنا قلنا أنه في ربا الديون وش كان يديروا يسلف له ويعطي له آجل مهلا قال تاريخ فلاني تجيب لي مالي مع الزيادة فإذا حل الآجل وما وفر لهش المال يزيد له يضعف له المبلغ إذا زاد حل الآجل وما جبلهش المال يزيد يضعف له الربا تبقى غير تكبر لأجي ذلك ربي وشقال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة لأنه كانوا يكلوها بهذه الطريقة يعني كل خطرة يزيد المال فلأجي ذلك ربي سبحانه قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة وعنده أيضا قاعدة ثقهية واش تقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا كل قرض أي قرض جرى نفعا يعني جاب فايدة فهو ربا المثال اللي ضربناه أنه نعطي له المال ويزيد لي نشترط له الزيادة هذه الزيادة هو انتفاع انتفعتنا منه فهذه ريبة حنقوله نبه على أنه ولو لم يكن انتفاعا ماديا مثلا نقول له أنا نسلف لك دراهم مش مشكل وما نشترط لك تزيد لي المال لكن مثلا أنا سيارتك وقت ما حبيت نأخذها ونستغل لها هذا أيضا ريبة لأنك ما رديتش بالسواسوا كما أخذيت وإنما أخذت شيء زائد انتفعت انتفاعا خاصا قلت لطيني سيارتك ولا المنزل تاعك لأي شيء غير يكون كان زيادة عن المال المقبوض هذه هذه ريبة وريبة الديون إذن كل قرض مش فاوذ القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ريبة الآن علة التحريم وش فيها لماذا حرمت علة التحريم لوجود زيادة لا مقابلة لها كما تكلمنا أكثر من مرة إذن وجود زيادة لا مقابلة لها هذا هو النوع الأول من أنواع الريبة اللي هو ريبة الديون الآن نروحوا لربا البيوع با عندي ريبة البيوع هذا الريبة البيوع ممكن طالبها لا يعرفوش لأنه مرانش نتعاملوا به يعني في معاملاتنا المالية في البيع الشراء كان هذا خاصة كموجود قديما لما نزل الوحي وفيما بعد لكن الآن تقريبا مرانش نتعاملوا بهذه الطريقة ذلك نفهمكم لماذا فقط ركزوا معنا هذا هو ممكن النوع اللي فيه تفصيل هذا أيضا فيه أنواع وفيه شوية صعوبة إذن عندي قلنا ريبة الديون وريبة البيوع وداخل ريبة البيوع عندي صنفان عندي ريبة الفضل اللي حان تناولوها ريبة الفضل ثم ثانيا ريبة النسيئة أولا قبل ما ندخلوا فيها نتفهم على شي باش نكون باش نفهموا ريبة مليح مليح لازم نتصوروا المعاملات المالية كيفش كان تجري في وقت نوزول الوحي الآن نحن عنا كنحبو نشريو حاجة ناخذو المال ونشريو علاش لأنه كن سيولة كن المال الحمد لله مكاش اللي مثلا فينا يروح يفت شيء من داره يروح يشري بي حاجة وإنما نخلصو بالدرهم قادما مكاش هذا الأمر نتوفر ماشي دايما موجود المال فربما كانوا يضطروا إلى المقايضة اللي نسموها المقايضة مع أن تيدي حاجة من المنزل متاع ولا أكل ولا اللي هي ويبدل مع أكل وحد آخر ولا متاع وحد آخر إذن هذي داخل في البيع لأنه الطرف واحد استلم والآخر استلم شيء والآخر استلم شيء آخر إذن كثيرا ما تحدث هذه المعاملات قادما إذن في ضوء هذا المعامل نشوفه رباء الفضل وشنه هو أولا لغة نعرفه تعريفه ومثاله لغة الفضل هو الزيادة كنت تقول شيء فضال لي يعني زيادة استلاحا ما هو تبعوا معنا هو بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد أنا جعلتها بلون بارز لأنه هذه مهمة جدا من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر إذن رباء الفضل تكون كنت تبدل طعامين مطعومين أو نقدين النقدين النقد مثلا كالذهب والفضة وأموالنا هذا اسمهم نقد وضعكم نشوفهم فيما بعد إذن كنت تبدل طعامين ونقدين صحب شرط من نفس الجنس لازم تكون نفس الجنس ويش معتها نفس الجنس يعني نفس المادة نفس المادة وتكون عندي زيادة في أحد البدلين عن الآخر تكون عندي زيادة في الكمية في جيهة على الأخرى هذا نسموه رباء الفضل وشنو هذا نتبهو أنه في البيع ما نش نحكيه عن القرض ما نشيكين سلة في الإنسان أنا نشيكين بيعه نشري نعطي له طعام هو يعطيني طعام ويكون نفس المادة ما يجبش تكون زيادة أكثر نعطيه أمثيلة نشوفه في النقود إذن عندي هنا نلاحظ أمر مهم جدا أنه رباء الفضل تقع في شيئين في النقود وفي الطعام إذن هما الصينفال يدخل فيهم الرباء وذلك نفصلوا هذا إن شاء الله أكثر إذن في النقود بيع مثلا 100 غرام ذهب ب150 غرام ذهب حالا حالا يعني كما نقوله شدمد ومن بعد نقوله لماذا تكرناك المتحالا هنا طبعا ستكون تغير في الجودة بما أنه الكمية زادت إذن ستكون 100 غرام ذهب مليح جيد ومقابل 150 غرام أقل الجودة هذه المعاملة حرمتها الشريعة ما لازمش يكون عندي زيادة ما لازمش يكون عندي زيادة هذا شفناه في النقدين إذن نزلوا عليها التعريف هنا نبعنا نقدين ذهب ذهب من نفس الجنس لأنه نفس المادة ذهب مع ذهب مع وجود زيادة في أحد البدلين يعني الآخر عندي هنا 100 وهنا عندي 150 شفنا مثال ربا الفضل في النقد الآن نشوفه في الطعام في الطعام مثلا عندي بايع قنطار قمح يكون جيد بقنطار ونصف من القمح أقل جودة حالا يعني كما قلنا شدمد هذه قضية الجودة لا يجب أن الطالب يشغل بها باله هذه فقط تحصيل حاصل وإلا مش حيتعلق بالنوعيات الجيد ماشي جيد إذن على بها ما كتبتها والطالب لا يشغلش بها باله إذن فقط أنا وش نقول عندي عندي قنطار قمح بقنطار ونصف هذا بايع إذن نشوفه إسقاط التعريف عليها إذن نشوفه وش فيها فيها بيع الطعامين فعليا ونفس الجين ستران نشوفه قمح مع زيادة أحد البدلين عن الآخر راني نشوفه كان زيادة هنا قنطار وهنا قنطار ونصف إذن غير تكون عندي معاملة عن نفس المادة في الطعامين بشكل أطعمة ما نشوفها وش نهي ولا في النقد الذهب والفضة والأموال وتكون عندي زيادة في الكمية من جهة وحدة هذا نسموه ريبا الفضل الآن بالنسبة للتعليل علماء ذكروا عدة تعليلات من أشهرها تعليلان اللول أنه هذا ريبا الفضل ذريعة لريبا النسيئة يعني هذا التأجيل ريبا النسيئة إذن ريبا الفضل يخرجني في ريبا النسيئة يقولها يقولوا ريبا للبيوع ذريعة ومفضي لريبا الديون هذا تعليل تعليل آخر أنه شريعة أرادت أنه الناس يحبسوا هذه قضية التعامل بالمقايضة بش ميقوليش كين تقايض يعني يضطرك أنك ماذا تفعل تروح مثلا عندي قمح نروح نبيعه وبالمال هذا نعود نشي وش حبيت يعني بش توليك كين السيولة ويكون تعامل بالأموال بش يروح لنا قضية هذه المقايضة والنبي السلام أجب على الصحابي بلا رضي الله عنه سألوا في هذه القضية كان بدلوا التمر بيتم قالوا قلوا لو أنك يعني بعت هذا التمر بالمال ومدعه وتشريت نوعية أخرى إذن هذا من العيلة التي ذكرت في سبب تحريم ريبا الفضل بعد ما تكلمنا على ريبا الفضل وحقيقتها نتعرف على دليل تحريمها عندنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الذهب بالذهب ركزم عن الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم هذه تتمت على الحديث محل الشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء ما أنت كتب دلو كتب دلو هذه الأشياء رأنا نلاحظوا بلي نفس الجنس سو يقول ذهب بذهب فضة بفضة بر ببر البر هو القمح الشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح لازم يكونوا كيف كيف مازم يكون زيادة في جهة على الأخرى عند تبادلها مثلا بمثل سواء بسواء إذا هذا الدليل واضح حرم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة عند تبادل وعند بيع الطعامين فيما بينهم يكون نفس الجنس ولا النقدين فيما بينهم وأيضا نفس الجنس الآن العلماء قالوا رسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحصر وإنما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا المواد الموجودة في بيئته لكان يتعامل الناس فيها بالريبة فذكرنا هذه الستة خصوصا فالعلماء قالوا المواد التي تشابهها تأخذ حكمها تأخذ حكمها لأجل ذلك نتكلم الآن على علة التحريم كما أخذنا في درس القياس هذه ذكرنا في درس القياس علة التحريم سنستخرج الوصف المشترك في هذه الستة لكي نجد هذا الوصف في مادة أخرى نعطيها نفس الحكم ويكون التفاضل فيها محرم إذن مبدئيا نتفق على أن هذه الأصناف تقسم صنفان ذاب الفضاء وحدهم النقود والباقي المطعومات وحدهم وليأجي ذلك من الول في الريبة في الريبة الفضاء ننقسمه في التعريف قلنا الطعامين ونقدين في الأمثلة أعطينا ميثب النقود وميثب الطعام وهكذا إذن عندنا صنفان ونوعان نبدأ بالذهب والفضاء الذهب والفضاء علتهم الثمانية وشنو هي الثمانية؟ معنتها بالذهب والفضاء نثمنوا الأشياء نعطيوها قيمة هنا لازم نستحضروا أنه قديما كانت الأموال بالذهب والفضاء كان لدينار ذهبي ودرهم فضي معنا تكيل كنا حابين نشروا قديما نحابون نشروا مثلا تساوهم شيء هذا عشرة دانانة ذهبية هذا 1000 دينار ذهبي هذا 50 درهم فضي وهكذا إذن بيها نعطيو قيمة للشيء بيها نثمنوا الأشياء دراها متاع بكري كانت بالذهب والفضاء ثم استحديثت الأموال النقدية إذن الثمانية هذه علة في الذهب والفضاء والأموال النقدية إذن هذا ما الذهب والفضاء والأموال النقدية لا يجوز عند تبادلها فيما بينها يعني نفس الجنسة ذهب مع ذهب فضاء مع فضاء والأموال النقدية العمولات هي في حكم الذهب والفضة مع أنت الدينار مع الدينار الأورو مع الأورو الدولار مع الدولار هذا تعتبر جنس واحد يعني دينار في الدينار وهكذا هذا ما إذا بدناهم يجب أن تكون عندي زيادة في جهة عن الجهة الأخرى هذا بالنسبة للثمانية التي تكون في الذهب والفضة والأموال النقدية تبقى للآن باقي الأصناف الأربعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشه هي علتها هذه نسموها الاقتيات وللدخار الاقتيات وللدخار وين تكون في الأصناف الأربعة اللي هي البر القمح الشعير التمر والملح وما يقاس عليها ونعطيه نماذج وشنو هي الاقتيات وللدخار العلة هذه مركبة يعني لا بد من الوصفين معا الاقتيات وللدخار الاقتيات مع أنت مادة تقتات بها مع أنت يصلح بدانك بالاكتفاء بها تقدر تشبع بها وحدها هذا وش معتني اقتيات والدخار تخزن مدة طويلة دون أن تفسد كل ما مد بحسبها يعني هذا يرجع للعرف إذا نشوفوا المواد اللي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنطبق عليه هذه العلة ولا لا لا مثلا القمح البر مقتات مدخار نستاكله ويتخبى مدة طويلة الشعير أيضا التمر أيضا ممكن ذلك الآن نحن ناكله على أساس فاكية لكن هو مادة أساسية مثلا الأهل الصحراء ولا قديما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مادة أساسية الناس تتغذى به كما قالت عائشة الطعام لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلالان يعني شهرين ما يطيبوش عبسات المرق والنار وإنما سألوها فيما يعني فينش كتود ديرو قالتهم ما كان طعامكم قالت الأسودان اللي هم الماء والتمر كانوا يكتفون فقط بالتمر إذن التمر مقتات مدخر والملح نحن طبعا ما ناكلوش الملح كوحده لكن لا يستغني عنه المقتات المدخر الآخر إذن نرى نشوفوا بهذه المواد الأربعة مقتات مدخرة نحن نبسطوها نقولوا مادة أساسية يعني لا يستغني عليها لماذا؟ لأنك تقتات بها تشبعك ولأنها تقدر تخزنها مدة طويلة مثلا نحن نشوفوا نعطي مثال واقعي نشوفوا به حقيقة كيفاش الاحتياج للمادة المقتات المدخرة مثلا كي بدأت أنه ما الوباء ذات على الكورونا ربيع فينا أول شيء كي كانت الناس خايفة وكل شيء الناس وجدارت راحت تسميد والقمح والأشياء اللي كي ما نقوله ما يفع غير الصح للدوم طول وتقدر تاكل بها وتتدخرها وتاكل بها وتستغني بها عن غيرها إذن مادة أساسية مقتاتة مدخرة لو كان مثلا والعياذ بالله تقوم حرب ولا ربيع فينا الناس وجدار تخزن وتخزن ما شعفنا الحلويات وإنما تخزن القمح والشعير هذه المواد التي تدوم مدتها ويستغنى بها عن غيرها إذن هذا مادة مقتاتة مدخرة وش نقدر نلحق بها قياسا مثلا البقوليات العدس واللوبيا والحمص وهذه الأشياء كلها مقتاتة مدخرة إذن ننتبهه الشيء إذا كانت مادة مقتاتة مدخرة هذه علة تحريم إذن حرام علينا نتفاضل إذا لم تكن مقتاتة مدخرة يجوز تفاضل يعني يجوز كيلو بزوش كيلو قنطر بزوش قناطر وهكذا الآن لابد من العلتين معا نعطيه أمثلة بش نتوضح لنا هذا الأمر مثلا عندنا العدس والأرز وشنهم حكمهم مقتات مدخرة إذن يحرم التفاضل فيما بينهم العدس في العدس والرورس في الروس مثلا شوفوا الطماطم والموز مثلا صح هي مقتاتة لكنها غير مدخرة تفسد يسرع الفساد إليها تفسد الموز والطماطم تفسد العمومة فواكه الخضر هذه تفسد إذن ليست مقتات مدخرة إذن جوز كنت تبادل هذا ونزيد في الكمية يجوز أيضا مثلا شوفوا ذلك العكس شفنا مادة مقتاتة مدخرة مادة مقتاتة غير مدخرة الآن العكس نشوفوا مثلا اللوز والجوز مادة كيفاش مدخرة لكنها غير مقتاتة الناس ما تتعشرش مثلا بالجوز وترقد أو مثلا في وقت الحرب أو مترش تشري الجوز وتخبيه وتأكل تشري القمح وسميد كما قلنا إذن اللوز والجوز مادة مدخرة بصغير مقتاتة إذن مثلا الأخيرين مثلا طماطم الموز اللوز الجوز هذه يجوز تفاضل فيه أو لا يجوز يجوز التفاضل لماذا؟ لأنه لا تتوفر فيها العلة اللي هي علة مركبة مقتاتة مدخرة هذه انتبهوها لحمله لابد من توفر العلتين معا إذن الوصفين معا لاقتيات والادخار لو كان يوجد الاقتيات فقط ما يكفيش إذن يجوز التفاضل لو كان يتوفر للادخار وحده أيضا ما يكفيش فيجوز التفاضل ما تيحتون يحرم التفاضل إذا كانت مادة مقتاتة مدخرة إذن هذا هي ربا الفضل عرفناها أعطينا الأديل لاتحا وتكلمنا على علة التحريم وهو الوصف الموجود في المواد هذه باش تكون أحرام الآن بعد ما عرفنا ربا الفضل نتعرف على الصينف الثاني من نواع ربا البويوع اللي هو ربا النسية نعودوا نشوفوا باش نتصوروا للدرس عنا قلنا الربا نوعان ديون وبويوع ديون تكلمنا عليها قلنا اللي تكون في القرض والتسلاف رحنا للبويوع قلنا الفضل والآن النسية تكلمنا على الفضل مكان تعرفوا على ربا النسية تعريفه هو مثاله لغة النسية جاء من كلمة النساء النساء هو التأخير تنسي شيء تؤخره تؤخره إصطلاحا هي الزيادة المشروطة التي يأخذها البائع من المشتري نظيرة تأجيل التعريف تحان شفاولي شباه للربا الديون ببارك في ربا الديون عندي دائن مدين هنا عندي بائع مشتري إلا أنه هذا التعريف فيه نظر هذا التعريف فيه نظر وما لا يعبر حقيقة عن معنى ربا النسية حنا دقنا نوضح لكم وشنو هي ربا النسية لكن إذا سئلتم عنها تعطيوا هذا التعريف كما رأه شفاوه نفسه تعلق الديون إلا أنه ربا الديون إلا أنه بدل دائن مدين بالبائع والمشتري ربا النسية وشنو هي هي المواد التي ذكرناها في الحديث والأصناف ستة وما يقاس عليها ما يجوزش كتبادل فيما بينها يكون عندي تأخير لازم شد مد لازم قبض إذا هذا هو ربا النسية ربا النسية أنه المواد الرباوية يوجد فيها تأخير في القبض تأخير في القبض أما أنه توجد زيادة فهذا لا يشترط إذا مش بالضرورة مثلا نعطي مثال أنا إنسان بدل له لورو بدينا إذا لم أقبض في نفس المجلس وقعت في ربا النسية هنا هل توجد زيادة ما كش زيادة أصلا لأنه الدينار صنف وحده وجينس وحده والأورو ولا صنف وحده وجينس وحده إذا هنا لا تشترط الزيادة مش بالضرورة تكون عندي زيادة المهم فقط يتحقق لهذا التأجيل إذا نزيد نفهمها أكثر ونسقطها على مثال ربا النسية الآن المثال الآن عندي أيضا في النقود والطعام مثلا نبيع مئة أورو كما قلنا بـ 21 ألف دينار جزائري إلى أجل إلى أجل لم أقبض المال في نفس المجلس مثلا أنا مثلا أعطيته الدينار ومعطانيش الأورو هذا وقعت في ربا النسية لأنه بدلت النقدين ماشي في نفس المجلس ماشي حالا على بيها كنا نعبره مقبير في ربا الفضل كنا نعبره بحالا لماذا نعبره بحالا لكي تدخل معي ربا النسية لكي تكون لدي حالة غير تعريبة الفضل لأن ربا النسية لا يوجد كاين شد مد في تعامل بين الأصناف الرباوية إذن نبيع النقود مئة أورو بالدينار إذا وجد الأجل هذه ربا النسية نفس الشي في المطعومات في المطعوم عندي باعة قنطار قمح باعة قنطار ونصف مثلا يسلم بعد أسبوع مثلا نطيله قنطار تعلي الآن هو يعطي قنطار ونصف مثلا يسبق لي الآن قنطار ويزد للنصف بعد أسبوع هذا أيضا ما يجوش مدام طعامين لازم يكون في نفس المجلس إذن بما أنه قلنا بعد أسبوع ولا إلى أجل ولا أي تعبير يعبر لي أن العملية لم تتم في مجلس البيع هذا هذا وقعنا في ربا النسية الآن نروح للأدلة دليل تحريم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إنما الربا في النسية يعني ربا الأعظم هي في النسية إنما الربا في النسية رواه بوخاري ونعود نستحضر الحديث egal للفضّات وبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمري والملح بالملح وش قال مثلا بمثل سواء بسواء حبي يقول أن أردوا بالكم من التفاضل والزيادة فيها في الكمية وما بعد وش قال يدا بيد معتا شد مد كنت بدلوا هذه الأصناف شد مد وما بعد وش قال فإذا اختلفت هذه الأصناف عذرا أنت كما نكونش بدل ذهب ذهب مثلا ذهب الفضة ولا مشي بر بالتمر مثلا بر ببر مثلا بر بالتمر اختلفت الأصناف وش قال رأسه صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم معتا لا يشترط التساوي ويجوز التفاضل وش قال إذا كان يدا بيد هنا عاود أكد لي على شرط التقابض لا بد من يد بيد إذن ريبا النسيئة لا تكون فقط في نفس الجنس نحن قلنا ريبا الفضل تكون في نفس الجنس نفس المادة بس صح ريبا النسيئة مش بالضرورة بقم بعد نشوفها في قواعد معاملات ريباوية مش بالضرورة قد تكون مشي نفس المادة بس صح يشترط فيها التقابض يعني يدا بيد إذن هذا هو الدليل الذي يبين لي يعطينا دليلة يبين لي على حرمة ريبا النسيئة الآن العلة نأتي العلة هنا نركز معها يملح نفس الشيح نحوس على الأوصاف الموجودة في هذه المواد التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم باش إذا وجدناها في مواد أخرى نحرموا أيضا التأخير في القبل تحرين كان فرق بين ريبا الفضل و ريبا النسيئة بالنسبة للأموال النقدية الذهب والفضة والأموال النقدية التوانى الثمانية نفس العلة ماشي مشكلة إذن العلة تعريب الفضل و ريبا النسيئة متحدة هي الثمانية قلنا مع الناس مزاف أشي عنا ذهب والفضة والأموال النقدية هذا ما كتبدل فيما بينها لازم في نفس المجلس شد مض الآن المأكولات تختلف العلة هناك اختلاف في الريبا الفضل وش قلنا؟ لاقتيات وللدخار أما ريبا النسيئة العلة هي المطعومية وش معت المطعومية؟ كل ما يتخذ طعاما أي عبسة تنتكل ما عادة يقولوا كل ما يتخذ طعاما لغير التداوي ما عادة الأمور تعد دواء إذن كل شي مطعوم ينتكل حرام فيه كتبدل فيما بينه حرام فيه تأخير القبض لازم شد مد هنا ننتبه أنه علة ريبا النسيئة أعم منها علة ريبا الفضل الآن كل مقتات مداخر مطعوم بسهل مش كل مطعوم مقتات مداخر إذن كنكون نتكلم على الكمية نعص روحي في المقتات مداخر بسهل كنكون نتكلم على يكون القبض في نفس المجلس هنا أي عبسة تنتكل حرام نأخر القبض فيها بين البدلين بعد ما عرفنا أنواع الريبا ريبا الديون والبيوع وداخل البيوع عندي الفضل والنسيئة نتعرف على القواعد العامة لاستبعاد المعاملات الريباوية يعني ما هي القواعد التي تحكم المعاملات الريباوية بحيث إذا وجدت هذه القواعد نعرف إذا وجدت الريبا أو لا توجد ريبا وهذا خاص في الحقيقة بريبا البيوع إذن عندي ثثة طواعد أو ثثة حالات في الأول قادر نكون بدل نفس الجنس يعني نفس المادة إذا كنت عندي نفس المادة نعس روحي في شيئين إذن تشترط المساواة والفورية تشترط المساواة التي إذا لم أرعيها إذا لم يكن ثم مساواة نوقع في التفاضل إذن يحرم هنا التفاضل إذا لم أحقق شرط المساواة نوقع في ريبا الفضل وإذا لم أحقق شرط الفورية يعني اليدا بيد سوف أقع في ريبا النسيئة إذن كي يكون نفس الجنس نفس المادة بعد ما تكون المادة ريباوية أصلا نعس روحي في الكمية وفي الوقت إذن تشترط المساواة حتى لا أقع في ريبا الفضل وتشترط الفورية حتى لا أقع في ريبا النسيئة هذا اللولا قاعدة الثانية نبدل مبادلة جنسين مختلفين مع التحاد العلة يعني هذه من الأصناف الريباوية وعلتهم واحدة بصح ليس نفس الجنس ليس نفس المادة مثلا نقول ذهب فضة ونقول تمر شاعير في الأول ما أعطينا ميثان مثلا نقول ذهب فضة فضة قمح قمح وهكذا هنا نفس العلة مثلا ذهب فضة ولا أورو دينار بصح ليس نفس الجنس ليس نفس المادة هنا呀 تشترط الفورية فقط يدم بيد إذن حتى لا أقع في النسيئة شفنا في الحديث عن نبي السلاifs يدم بيد كررها مرتين لما كرر نفس الجنس قال ذهب في الضف الض ولما قال فإذا اختلفت الأصناف إذن عودها مرتين يدم بيد إذن هنا أيضا تشترط المساواة عفوا تشترط الفورية حتى لا أقع في النسيئة لكن شرط المساواة يروح وطبيعي لأنه ماشي نفس المادة إذن لا تشترط المساواة فيجوز التفاضل هنا يجوز التفاضل ما عليش حتى يكون كمية يمشي نفسها ما عليش الآن الحالة الثالثة نخرجه أكثر مبادلة مختلفين في الجنس والعلة مع أنت هنا ما رأي نفس المادة ما عندهم نفس الجنس عفوا ما عندهم نفس العلة مثلا نقولوا ذهب قمح مثلا قمح يقولوا ذهب نقطع قديما ولا مثلا قمح بالمال ولا الشعير بالفضة وهكذا هنا وش عندي ما عندي شرط إذن لا تشترط المساواة فيجوز التفاضل ولا يحرموا إذن هنا ما كاشك فانو نقع في ربالفض ولا تشترط الفورية فيجوز أيضا تأخير هنا إذن ما عندي شرط إذن أنا نشوفوا رأنا كل خطران كل ما كانت الضائرة أضيق كل ما الشرط أكثر إذا كنا نفس الجنس ونفس العلة يشترط المساواة الفورية كي خرجنا كنا مشي نفس الجنس بصلا نفس العلة تشترط الفورية فقط وكي يقول لنا مادتين ما راهم شجع أصلا في نفس العلة هنا وش يقول لنا لا يشترط لا المساواة ولا الفورية إذن هذه القواعد مهمة جدا هي اللي تضبط لنا المعاملات المالية ونعفوه إحنا لو قعنا في الريبة أم لم نقع في الريبة الآن هذه المعاملات درها في مخطط هذا المخطط بإذن الله ليفهموا ويراعيه أي معاملة أيا كانت يعرف إذا وقع في الريبة أم لم يقع في الريبة إذن في الأول خطوات معرفة المعاملة هل هي رباوية ولا رباوية هنا هذا يخص ربا البيوع نذكر أن ربا الديون مهمني للصنف لأي شيء إذا وجدت زيادة إنسان استدان شيء ورد كثر وقعت في ربا الدين حب مأكولات من الثمانية ذهب في الضمال أي شيء وحتى المقابلة مش شرطي يكون نفس الجنس كما قلنا يستغلوا أي استغلال معين ولو معناوي هذا داخل فيه كل قرض جرى نفعا فهو ريبة إذن هذا المخطط سيخصنا ربا البيوع إذن عندي أسئلة نسألها نفسي أولا أعطاني معاملة مالية هل البدلة من الأصناف الريباوية أولا هل هذا من الصنف الريباوي أو ليس رباوي يعني يدخل في الريباويات يدخل في الستة أصناف ليسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها ولا ما يدخلش إذن هنا عندي جوابا يا نعم يا لا هنا دلنا هذيات تبع معنا هذا المخطط نديره إسقاط هنا عندي الريباويات الريباويات هو هذا المربع وراني قسمتها مربع قسمان قسمتها عن النقود وقسمتها عن الطعام إذن المادة التي تكون الداخلها رباوية والتي رأي برأة ماشي رباوية إذن نسأل نفسي هل البدلان من الأصناف الريباوية إذا كان جواب لا إذا كان جواب لا يعني المادتان هذو ما رأهمش في زوجة هنا هنا يكفي واحد بركي يختل لا مع أنت قادر يكون واحد رباوي واحد ماشي رباوي نعطي مثال إنسان يشري مثلا الحطب بالمال المال رو رباوية وهنا عبصر الحطب ما وشقع لا في الريباوية لا في الثمانية لا في الاقتيات والإدخار وما يشبه رأه برأة إذن هنا يوش عندي لا وجود الريبا إذن هنا مكاش كامل ريبا الحالة هذه مكاش كامل ريبا عندي بدلان ما همش من الأصناف الريباوية يعني نتكلم ما همش أصناف الريباوية ماشي في زوج الداخل مع أنتها راني بدلان هذو المادتين ما راهمش الداخل يعني ما في زوج بره يعني ما واحد الداخل واحد بره ما يهمنيش ليسونسيال ما يهمش في زوج الداخل إذن هنا مباشرة نجاوب نفسي نقول جواب لا وجودا للريبا لأنه هذو المادتين مشي من أصناف ريباوية وهذا الكلام اللي راني نقول له نظري كله بإذن الله ونطبقوه على أمثلة الجواب إذا كان نعم إذا وش معتها نعم معتها راني متأكد أنه المادتين رام الداخل هنا في هذا المربع هنا نسأل سؤال ثاني مقدمة ثانية نروح نسأل نفسي هل لهما نفس العلة هل لهما نفس العلة معتها لا راهم في زوج في ثمانية ولا في زوج في الأقتيات والذيخار ولا في زوج في المطعومية وش معنتها؟ معتها راني نسأل هذو المادتين لا راهم في جانب واحد ولا مفرقين بعد ما عرفت بلي راهم ريباويات هل راهم في جهة النقود في زوج ولا في جهة الطعام في زوج راني نسأل نفسي هذا السؤال الجواب وحيكون ايضا نعم لا اذا عندي نعم لا ما معنتها لا؟ معنتها الصينفان هما بحد ذاتهم رباويان بالصح كل واحد في جهة معنتها مثلا مثلا قمح بالمال بالدراهم قمح رباوي نعم الاموال النقدية رباوية بصح كل واحد في جهة واحد في النقود واحد في المطعومات هنا جواب تلقائي لاوجود ايضا للريبا ما عنديش ربا مثلا انسان يروح يشين قمح يعطي له الكمية متهمش المال الميهمش ما نخلصوش نقدم ديراكتن نعطي له شوية ونكمل له الباقي هذي قعد جوز علاش لانه الصينفان ما راهمش في نفس الدائرة ما تستحضروا القواعد اللي اخذينها خلاص اذا نرى نفس الصينف الاخير مختلفين في الجنس والعيلة صح اذا كان نجاوب نعم رانا غير نتقدمه كل ما نقول نعم رانا ندخل في الريبا اذا قلت نعم خلاص وش معتا نعم ما تراني متأكد بلي هذو في زوج راهم في جهة واحدة يراهم فيزوش في المطعمات يراهم النقود يراهم فيزوش في المطعمات خلاص هنا نبدأ نعصرحي في الريبا هنا نسأل سؤال اخر بعد ما عرفت انهم نفس العيلة يعني يفيزوش في الثمانية واللقطية والدخل والمطعمية هل هما من نفس الجنس نسأل نفسي هذي نفس المادة هذو المادتين نفس المادة نفس الامر عندي نعم لا اذا قلت لا مباشرة جواب تلقائي لا وش معتا معنت هراهم في جهة واحدة بصمشي نفس المادة مثلا ذهب فضة اورو فضة اورو دينار ولا قمح شاعر قمح تمر اي ماكلة مع ماكلة اخرى مباشرة جواب مباشر لا وجودة لريبا الفضل معا ديش لريبا الفضل لا تكون الا في نفس الجنس مدام قلت لا اه مدام قلت لا اذا لا وجودة لريبا الفضل نحيها من بالك اذا جواب نقول له لا وجودة لريبا الفضل لانه الجنسان لانه المادة ليست من نفس الجنس الان وش عندين عس مدام هما مواد رباوية وعندهم نفس العلة بل صح ماشي نفس الجنس وين عسروحين عسروحي في الوقت اذا وجدت تأخير وقعت في الناسيئة اذا لم يوجدت تأخير لم اقع في الناسيئة مثلا شي القمح بماكلة اخرى خلاص هما رباويات خدش مطعمات قلنا في الناسيئة عسروحي مطعمية مشي الاقتية ولا البيخة ومشي نفس المادة قمح تمر مثلا هنا لازم قبض يعطينا القمح نعطي له التمر ما لازمش تأخير في القبض وانا نوقع في الريبا اورم عادينا نفس العلة مشي نفس الجنس اذا وجدت تأخير وقعت في ريبا النسيئة لم يوجد تأخير هذه معاملة عادية الجزئية الاخيرة اذا كان نفس الجنس اذا كان جواب نعم نعتذر للطالبة عن تسجيل هذه الكيفية لانه حدث خلل في التسجيل بعد ما سجلنا المقطع كاملا فريق العمل وجدت خلل فيه وضعنا جزء من الفيديو اذا كنا تكلمنا اذا جوابت هل هم من نفس الجنس جوابت لا اهدرنا عليه اذا قلنا لا وجود لريبا الفض وينظر في اذا وجدت تأخير تكون عندنا ريبا النسيئة الحالة الثانية والاخيرة اذا كان نفس الجنس يعني نفس المادة يعني المادتان رباويتان ومن صنف واحد في النقود ولا فضل الطعام وايضا نفس المادة انت عندي قمح قمح شعير شعير تمر تمر دينار دينار اورو اورو وهكذا ذهب ذهب اذا كان هذه الكيفية اذا كان نفس المادة هنا عنا جينا القاعدة الاولى اللي كنا تكلمنا عليها هنا تشترط المساواة وتشترط الفورية اذا نشوف هنا شيئان نعس الكمية ونعس الوقت اذا وجدت الزيادة هنا عندي ريبا الفضل واذا وجدت تأخير هنا عندي ريبا النسيئة اذا قادر في هذه الحالة وهي الحالة الوحيدة اجتمع الامران معا قادر انطيح في ريبا النسيئة وفي ريبا الفضل نعاود اذا كان نفس المادة ووجدت تفاضل في الكمية مع انت مثلا كيلو كيلو نص وهكذا هذا ريبا الفضل واذا وجد ايضا تأخير في القبض مثلا بعد اسبوع او الى اجل وغير ذلك هذه تكون عندي ايضا ريبا النسيئة الان شوفوا تطبيقات من خلال معاملات مالية نشوفوا فيهم ريبا اي نوع منه من خلال المخطط اللي يخضينها اذا عندنا بسم الله مبادلة خمسين كيلو غرام قمح بثمانين كيلو غرام قمح ايضا حالا نشوفوا هنا وش عندي اولا عندي قمح مع قمح قمح من الاصناف ريباوية او لا 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 من الاصناف ريباوية نفس العلا نقوله قمح قمح ونفس الجنس اذا رأني ادق شيء في الريبا نفس الجنس الآن ماذا لازم مادة من نفس الجنس نعص روحي في التأخير وفي الكمية باش نشوف لا كين فضل ولا كين نسيئة بما انو قلنا خمسين مع ثمانين اذا يوجد تفاضل هل يوجد تأخير لا لا لانو قلنا حالا むش نقول هنا مباش نجاوب من من جمال المعامله محرمه فيه ريبا الفضل لماذا لانه او القمح من الاصناف الرباوية من الاصناف الرباوية نقود ايضاً الاغتيات والااضيخاء مع وجود التفاضل والازيادة في الكمية مع وجود زيادة في الكمية ونقوض بليكين ريبا الفضل نقدر ايضاً نقول لانه او كين تقابض كين فورية يدا بيض نفس الممعامله الثانية نفسها فقط خلالها ماشيه حالا الى اجل متى ارننا قمح قمح ان العلة ونفس الجنس عندي تفاضل رفض AB 50 80 و عندي اجل الى اجل وهناي نجده ربة النسيئة و الرب الفضل هناك وقعت во النوع من ماكين وهناك قوله ربا نسيئة و astronom لماك ليمر لانه من قمح اصناف الربوية وجدت الكمية فيه و هو الرب منوبون من الأصناف الربوية ووجدت تأخيره فيه إذا نرى نشوفه هنا قادر نتحن نوعي الربا معا الآن شراء طاقم ذهب بمثلا 20 مليون بالتقصيد إذا هذا هو المعلومات اللي نحتاجه نرى نلونا عليهم صح نشوف وش عندي عندي ذهب مع النقود أولا ذهبوا النقود من أصناف ريبوية نعم من أصناف ريبوية هل لهم نفس الألة؟ نعم في زوج ثمانية دراهم واذهب هل هما من نفس الجنس؟ لا لا إذا مدى ما مشي نفس الجنس ذهب واحد ودراهم وحدهم خرجنا ريبا الفضل الغينا ريبا الفضل وش بقى لي؟ ريبا نسيئة نشوف لا عندي تأخير ولا لا لا احنا مشي قلنا عنه بالتقصيد إذا مدى ما وجدت تقصيد إذا هذه ريبا نسيئة إذا ما يجوزناش نشوف الذهب بالتقصيد إذا لازم فيها يدا بيد احنا مشي قل الجواب ريبا نسيئة لأن الصنفين علتهم الثمانية من الأصناف ريبوية علتهم الثمانية مع وجود التأخير في القفض إذا عندي مال مع ذهب بالتقصيد إذا هذه ريبا النسيئة بعدها نشوفوا مبادلة 3 كيلوغرام برتقال بـ 2 كيلوغرام موز إلى آجل إلى آجل هننتبه مليحة بسم الله نبدأ البرتقال والموز من أصناف ريبوية هنا قاعدت تقول لي لا لا مشي أصناف ريبوية هننقول لك نعص وروح نملح قلنا باللي هنا عندي نظرين نظر للفض ننظر لقطية للذيخار ونظر للنسيئة عندي المطعومية هنا كنا نظر لقطية للذيخار ماشي مقتهتم الدخارة ما تخلش معنا بصحب هي باعتبار النسيئة ما دم ننظروا أيضا للوقت إذن هنا هنه من الربويات لأنه مطعوم نحن قلنا عيرلة النسيئة في المطعومات وشنو هي المطعومية أي شيء ينتكل إذن هنا الموز والبرتقال تدخله معنا إذا من الربويات هل هنه من نفس العلاء نعم في زوج مطعومية زدنا دخلنا هل هنه من نفس الجنس هل لدينا التأخير بمعنى ذلك ولا لا لا نشوفه قلنا ثلاثة كيلوغرام ثلاثة كيلوغرام أولا ملاحظة هنا ثلاثة والزوج متأفرش لأنه ماشي نفس الجنس لبرتقال والموز إذن هنا مهمني الزوج مع ثلاثة مهمش كامل كمية بصحبها عندي آجل ما دم عندي آجل حنا قلنا الطعام لازم شكون فيه تأخير في القبض إذن هنا أيضا عندي ريبة النسيئة وهذه بززاف لغلطه فيها الطالبة يشوف يشوف بماكلة هنا ماشي مقتات مداخر ويغفل بلي أنه النسيئة لازم فيها وشنو لازم فيها لأي مطعوم ماشي شرط مقتات مداخر إذن هنا حتى عنه ماشي مطعوم هذو الفواكه ونقصد ماشي مقتات مداخر فواكه ومع ذلك لما وجد التأجيل وجدت ريبة النسيئة نشوفوا بعدها معاملة لبعدها عنا مبادرة هاتف جديد بهاتفين قديمين إلى أجل إذن عندي الهاتف مع هاتفين وعندي إلى أجل نبدأ من الأول هل بدلا من أصلاف الإبوية جواب لا مباشرة لا الهاتف ما هو لا مقتات مداخر لا مطعوم ولا ثمانية إذن مباشرة نخرجنا مباشرة ما كاش ريبة الجاوب هنا وشنو قلو لا وجودة للريبة علاش هنا ما ننظر مع أنه وجد كمية شوف هاتف هاتفة مختلفة ووجدت تأجيل بصميها منيش علاش الجواب لأنه نقول له الهاتف ليس من الأصناف ريباوية ما ولا مقتات مداخر ولا مطعوم ولا من الثمانية إذن هنا ننتبه الخطأ الذي يوقع فيه الطالبة يروح ديرك مباشرة ينظر للكمية وجود تأخير وينسى أصلا هل هذا الصنف ريباوي ولا ماشي ريباوي إذا كما شفنا هالهاتف ماشي ريباوي نشوفه أيضا مبادرة مائة أورو بـ 21 ألف دينار جزائري حالا نشوفه الأورو والدينار من الأصناف ريباوية نعم لهم نفس العيلة الثمانية نعم هل هم من نفس الجينس لا عندي دينار أورو إذن ألغينا ريبا الفضل نشوفه إذا عندي التأخير توجد ريبا نسيئة وإذا لا يوجد التأخير لا توجد ريبا نسيئة إذا أنا وش عندي وش قلنا حالا شريت أورو بالدينار حالا أنا أعطيته الدينار وعطني الأورو إذن الجواب لا وجودة للريبا لماذا لأنه ليس من نفس الجينس إذا نرى نقول له ما كاش ريبا الفضل لا وجودة للريبا الفضل ونقول له مع وجود التقابض للشرطة الفورية إذن لا وجودة للنسيئة ما عنديش تأخير المعاملة اللي بعدها نفسها كما درنا الفوق نفسها فقط إلى أجل هنا مباشرة نحن نجاوبه طنة نفس من أصناف رباوية نفس العلة المشيين نفس الجنس جينا إلى هنا نشوف لك هين التأخير ولا ما كاش بما أنه وجد التأخير إذن نقول له عندي ريبا النسيئة علش لوجود التأخير في مادة رباوية وعلتهم الثامنية الأورو مع الدينة المثال آخر عندي مبادلة قطعة أرض فيها 100 متر مربع مع قطعة أخرى فيها 150 متر مربع مثلا اختلاف المنطيقة أحد يريد أرب أرونس إذن 100 متر معه 150 متر هنا عندي ريبا أنا ما عندي هنا أيضا نبه ماشي نشوف كمية 150 نقول كين ريبا لا نبدأ بسم الله هل العقار من أصناف ريباوية الأراضي من أصناف ريباوية لا إذن مباشرة نقول له لا وجودة للربا لا وجودة للربا علش التعليل لأنه العقار ليس من الأصناف الرباوية حتى مع وجود اختلاف حتى لكم أن نتأخره في القبض هذا يعطيه الآن لأخذ على الشهر لا يهمنيش إذن التنبيه للنبه مهم لا ننظر مباشرة إلى الكمية وجود التأخير وأول شي هل الصنفة من أصناف ريباوية ولا لا لا لن ترى زيادة مباشرة نجاوب واحدة اثنين نفرق بين الفضل والنسيئة نهار الذي نتكلم عن الكمية نرى المطعومات الإقتيات والدخال بصنهار اللي نتكلم على التأخير في القبض على النهضة وعن نسيئة هننعسوا أي شيء مطعوم كي مش فينا مثال تعبورتوقال مع الموز أي شيء مطعوم حرام فيه التأخير في القبض لازم شد مد لازم يدم بيد شرط الفورية إن شاء الله تكونوا استفدتم معنا وفهمتوا قضية المعاملات الريباوية وتطبيقاتها مع هذه الأمثلة التي أخذناها في الآخر نشوف ملخصة كل الدرس عن الريبا في الأول شفنا تعريف الريبا وإنه هو الزيادة في اللغة وفي الاستيلاح زيادة في أحد البدلين عن الآخر دون أن تقابل الزيادة بعوض المشروط هذا تعريفه العام ثم شفنا حكم الشرعي طنه حرام شفنا دليل من الكتاب ومن السنة مع إجماء العلماء على تحريمه وما شفنا الحكمة من تحريمه شفنا معدد جوانب نفسيا اجتماعيا واقتصاديا شفنا آثاره السيئة ومفاسده ومبعد رحنا الأنواع قلنا عنده نوعان كبار عنا ريبا الديون وربا البيوع ريبا الديون هي اللي تتعلق بتسلف كيف نسلف شي ومن رد زيادة هنا وقعت في ريبا الديون إذا كان مشروط طبعا أي نوع زيادة مش شرط تكون بالمال كما قلنا كل قرضي جرى نفعا فهو ريبا وعطينا أمثلة ووضحنا اذكرنا أدلة من القرآن وغيره على تحليم ريبا الديون ومبعد رحنا الريبا البيوع التي تحدث عند البيع والشراء قلنا أيضا هذا نوعان ريبا الفضل وريبا النسيئة ريبا الفضل تتعلق بالكميات نشوفوا الكمية وريبا النسيئة تتعلق بالوقت وفرقنا بينتهم ريبا النسيئة دائما تكون في نفس الجنس نفس المادة وريبا النسيئة ليس بالضرورة تكون نفس الجنس المهمة تكون نفس العيلة واذكرنا العيلة في النقود العيلة مشتركة ثمانية مننا وهنايا اللي هي تكون في الذهب والفضة والأموال النقدية أما في المطعومات اختلف الأمر في ريبا الفضل يجب أن يكون مقتات مداخر كما البر والشاعر والحديث والأعدس والبقوليات وغيرها هذه بالنسبة لريبا الفضل في البيع قلنا عن نص فان ريبا الفضل ورباء النسيئة ريبا الفضل تتعلق بالكميات نظروا في القطتين ترى الكمية للمادة ورباء النسيئات تعلق بالوقت نرى لأكين تأخير وليما كاش تأخير وقلنا ريبا الفضل ينبغي أن تكون في نفس الجنس يعني أن تكون عندي نفس المادة غير تختلف المادة خلاص النفس المادة من الربوية أما ريبا النسيئة المهمة تكون عندهم نفس العلا وبالنسبة للعلة فرقنا فقط في المطعومات كولنا في الثمنية نفسها الثمنية موجودة هنا و هنا بالنسبة للأموال والنقود يعني الذهب والفضة والأموال النقدية أما في النسيئة بالنسبة للنقود قلنا عفوا هذا بالنسبة للأموال أما بالنسبة للمطعومات العلاة مختلفة في رب الفضل عندنا الاقتيات والإدخار لازم تحاجات تكون مقتأتا ومدخرة بشي تكون حرام فيها التفاضل وإلا يجو استفاضل ولو اختلف واحد فيهم ما كاش لاغتيات ولا ما كاش للدخار كما شفنا في البور والشاعر والعدس والبقولية عموم الأرز وما يقاس عليها وبالنسبة للريبة النسية قلنا مطعوم مش شرط مقتت مداخر أي شيء ينتكل من غير الدواء أي شيء ينفع الجسم يتغذى به الجسم من غير الدواء أي شيء مطعوم ولو فواكه ولو شيء مقتت مداخر هذا حرام فيه التأخر في القبض والتأخير في القبض لنقع في ربا النسية هذا هو نوعي الريبة في الريبة البويوع وعطينا القواعد العامة لاستبعاد معاملات الريباوية وقلنا إما تكون نفس الجنس حرام تفاضل النسية لازم مساواة والفورية وإذا كان نفس العلة بصحة مش نفس الجنس حرام التأخير بمعنى تشترط الفورية وإلا وقعنا في النسية بصح لا يشترط المساواة وكي تكون ماشي نفس الجنس وماشي نفس العلة هنا يجوز كلش لا تشترط لمساواة ولا فورية إذا هذا هو ملخص الدرس كله وشفنا في الآخر تطبيقات الآن بالنسبة لعلاقته من الدرس المقاصد من الشوص دائما نربطه بدرس المقاصد العلاقة هو أنه واضح جدا حفظ المال إذا ربي شرع أحكام الريبة بمعنى حرم الريبة وما فيه للمحافظة على المال وهذا نفس العلة أيضا أو نفس العلاقة مع المقاصد الدرس اللي قبله الميراث لما كنتش تذكرتها في آخر درس الميراث أيضا درس الميراث عنده علاقة بحفظ المال الآن بالنسبة لطريقة الأسئلة على الباكالوريا نعندها طريقتين إما الأسئلة التقليدية التعريف ذكر الحكمة الحكم الأنواع ولا التطبيق على معاملات الريباوية ومضاري طح هذا يعطيك معامل معينة يقول لك إنسان شرع لإنسان كذا وكذا هنا لازم تبقوا القواعد اللي قلناها ونشوفو هال الصنف الريباوي ماشي الريباوي نفس العلة نفس الجينس ونعرف كيفاش نجاوب ونعرف كيفاش نعلل المشي الصح فقط تعرف النوع المعاملة الصح أيضا تعرف تعلل علاش ماشي ريبا ولا علاش ريبا علاش فضل ماشي نسيئة وهكذا إن شاء الله في الآخير تكونوا استفدتوا معنا مع الدرس الريبا وطوله وبرك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصح رمضانكم والسلام عليكم ورحمة الله